موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين فضائية العراق التربوية ونحن نلتقي في درس جديد لمادة الجغرافية البشرية للصف السادس الأدبي أعزائي ننتقل إلى جغرافية الريف اتناولنا جغرافية المدينة أما درسنا لهذا اليوم راح نتناول جغرافية الريف ننتقل إلى المادة العلمية عزيز الطالب جغرافية الريف هي أيضا فرع من فروع علم الجغرافية أو فروع من فروع الجغرافية البشرية إذن هي فرع من فروع الجغرافية البشرية وتهتم بدراسة التغيرات المكانية والاجتماعية والاقتصادية واستعمالات الأرض التي تأخذ مكانها في مناطق قليلة السكان اللي هي مناطق الريف وتهتم جغرافية الريف بدراسة العناصر الآتية بماذا تهتم جغرافية الريف بالعناصر الآتية واحد التركيب المحصولي واختلافاته المكانية والزمنية السكن الريفي شكله نمطه وظيفته وأهميته نمط استعمال الأرض للأغراض الزراعية والغير زراعية التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع الريفي أو الزراعي العلاقات المتبادلة بين الخصائص الجغرافية للمنطقة الريفية والمنطقة الريفية الأخرى المجاورة أو المدن وقد زاد الاهتمام وقد زاد الاهتمام بدراسة جغرافية الريف منذ الربع الأول من القرن الماضي للعديد من الأسباب ليش زادت الاهتمام بدراسة جغرافية الريف؟ نقول للأسباب الآتية السبب الأول أن النسبة العظمى من سكان العالم هم من سكان المناطق الريفية إذ تجاوزت نسبة سكان الريف خمسين بالمئة من مجموع سكان العالم ومع وجود تباين أي اختلاف من قارة إلى قارة أخرى ومن دولة لأخرى وقد بقيت النسبة كبيرة حتى ثمانينات القرن الماضي حيث زادت نسبة كثافة السكان في العالم على خمسين بالمئة اثنين تشكل المناطق الريفية سلة الغذاء بالنسبة لسكان المدن فالأسواق المدن تعتمد في استهلاكها على المواد الزراعية والمنتجات الحيوانية للمنطقة الريفية وبالتالي فقد تطور الاهتمام بتطور المناطق الريفية باعتبارها تساعد على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي بالنسبة للدولة النقطة الثالثة تزود المناطق الريفية المدن المجاورة بالكثير من اليد العاملة بل إن التطور العلمي وزيادة الاعتماد على الآلة ساهم في زيادة فائض اليد العاملة وبالتالي ساهم في زيادة معدلات الهجرة باتجاه المدن النقطة الرابعة تشكل المناطق الريفية متنفسا لسكان المدن لقضاء أوقات الفراغ وتوفر وتوفر بيئة أقل تلوثا وأكثر هدوءا من المدن تساهم المناطق الريفية بتزويد الكثير من الصناعات المدن بالعديد من المواد الخام النباتية والحيوانية والمعدنية والمعدنية إن المستوطنات الريفية قد استمر تطورها قرونا عديدة وكان توزيع هذه المستوطنات متقاربا إلى حدا ما فالقرية لم تكن وحدة مستقلة وإنما ارتبط مع مجموعة قرى بشبكة من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية انعكس ذلك على اختلاف أحجام سكانها والمساحات التي تحتلها وبذلك كونت القرى نظاما شبكيا ذا علاقات مكانية متكاملة تشكل المدينة مركز عقدتها لقد استوطن الإنسان بأعداد قليلة في المراحل الأولى لاستقراره لذلك ظهر نمط التوزيع المنتشر ولم يتغير هذا النمط إلا بعد التغيرات التي طرأت على اسلوب العلاقة مع البيئة التي كان أهمها انتاج الغذاء لقد تشكلت مرحلة متميزة في حياة الإنسان بعد مرحلة انتاج الغذاء بل كان يعيش ثورة حقيقية في التطور حين ذاك لأن التحول من مستهلك للغذاء إلى منتج له غير من استخدام الأرض مما غير صورة التوزيع للمستقرات البشرية وكيفية استثمارها إن تلك التحولات انعكست على عنصر مهم هو المسكن الذي يحمي الإنسان ويمنحه الخصوصية لذلك نجد أن توزيع الوحدات السكنية وطريقة بناءها وأنماطها المعمارية تأثرت بدرجة كبيرة في كيفية تحقيق الأمن والاستقرار للساكنين وبالتالي ممارسة النشاط الزراعي واستثمار الأرض لذا ظهرت علاقات وثيقة بين خصائص السكن الريفي وأنماطه وبين النشاط الاقتصادي وفعالياته لسكان الريف وللعامل التاريخي أثر في تعمير الإنسان لهذه المستقرات وزيادة أحجامها فالمناطق التي يمر عليها تاريخ طويل من السكن تتصف بكثافة عالية نسبيا في سكانها وتقارب في مستوطناتها أما المستوطنات الحديثة الاستقرار فتكاد تكون صغيرة ومتبعد نأتي هنا إلى مظاهر أو مكونات الظواهر الريفية إن هناك مكونات لها علاقة بالريف ونظرا لاغتلاف طبيعة تلك المكونات فلابد من تصنيفها وفق معيار يتماشى وحقيقة التمييز بين ما هو طبيعي بشري وما هو ناجم عن نشاط بشري بشري المكون الطبيعي البشري للمظهر الريفي يتمثل المظهر العام للريف لهذا المكون بطبيعة سطح الأرض الذي يتباين من موقع ريفي إلى آخر فبعضها يقع في العروض المدارية وغيره يقع في المنطقة الاستوائية وآخرا في المنطقة العروض المعتدلة ومنها في العروض الباردة ولكل من هذه المواقع الريفية المختلفة خصائص معينة تنعكس على طبيعة زراعتها ونمط مساكنه وظروفه المناخية التي تنعكس على نوعية الغطاء النباتي وإن ارتباط الطبيعي بالبشري في المكون الريفي يحدد نوع الزيء الذي يتفرد فيه السكان كل ريف عن غيره وكذلك تختلف مستويات اقتصاديات هذه الأرياف عن بعضها وعلاقاتها التجارية إذن فالجانب الطبيعي يرتبط بوثيق الصلة بتحديد بعض الاتجاهات البشرية مثل ما للجانب البشري من تأثير على الجانب الطبيعي بشكل أو بآخر في تطويع المكون الطبيعي في الريف أما المكون البشري رح نتناول المكون البشري للمظهر الريفي يعد الإنسان هو المتغير الإبداعي في إعادة تركيب خصائص بيئته لذلك فهو يضيف تراكيب على سطح الأرض ومنها الريف الذي يمكن أن تنبرز فيه هذه الأبعاد توزيع السكن وتجمعاته وفق ترتيب هرمي مثل البلدات والقرى الزغيرة ثم القرى الكبيرة أنماط السكن ثلاثة عندنا كيفية تقسيم الأرض واستعمالاتها تبعا لنظم يفرضها البعد الاجتماعي والاقتصادي الاجتماعي والاقتصادي عزيز الطالب هذا فيما يخص التقسيم ننتقل إلى المفاهيم الأساسية لتركيب المفاهيم الأساسية لتركيب المظهر الريفي العام إذن هذا فيما يخص عزيز الطالب مكونات الظواهر الريفية أخذنا المكون الأول اللي هو المكون الطبيعي البشري للمظهر الريفي والمكون البشري للمظهر الريفي المكون البشري قلنا عليه هو المتغير الإنسان المتغير الإبداعي الذي يضيف لمساته على المنطقة في إعادة ترتيب خصائص بيئته فهو يضيف تراكيب على سطح الأرض كما نوهنا ويمكن أن تبرز قلنا هذه الأبعاد من خلال الآتي البعد الأول سيكون عندي توزيع السكن والتجمعات وفق ترتيب هرمي والتوزيع الثاني سيكون أنماط السكن والنقطة الثالثة كيفية تقسيم الأرض واستعمالاته تبعا لنظم يفرضها البعد الاجتماعي والاقتصادي عزيز الطالب هذا ما يسعفنا به الوقت عزيز الطالب ننتقل والمحاضرة السابقة سنتكلم فيها المفاهيم الأساسية لتركيب المظهر العام نأتي هنا إلى ختام هذا الدرس دمتم برعاية الله وحفظه شكرا جزيلا اشتركوا في القناة